موسيقى لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الاقلام حيث نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين في موقع يقين نات وزارة الموارد المائية تؤكد استمرار ازمة المياه مع ايران في موقع الهيئة تستطلعات رأي عزوف ملحوظ للناخبين عن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العربي الجديد العراق يكشف عن كميات هائلة من خام الفوسفات سبعة مليارات طن في الانبار في القدس العربي تونس احتجاجات واسعة تطالب بانهاء تدابير الرئيس وتحذر من عودة الاستبداد في صحيفة نيويورك تايمز مع وصول وقود ايران حزب الله يقدم نفسه مخلصا للبنان في صحيفة لوموند شراكة اوكوس قد تشجع دولا اخرى على الرغبة في الحصول على الغواصات مثل استراليا وفي موقع عربي واحد وعشرين نذر حرب باردة غضب صيني من غواصات امريكا النووية لاستراليا السلام عليكم عن مهزلة الانتخابات المبكرة كتب عون القلمشي مقالا في صحيفة الجاردينيا جاء فيه هناك من يطالب ثوار تشريم بالاشتراك في الانتخابات تحت ذريعة استثمار تضحياتهم لتغيير العملية السياسية من داخلها في حين اصبح الحديث عن هذه الانتخابات المرتقبة بالنسبة لعموم العراقيين موضع سخرية واستهجان كلما ورد ذكرها بل ان اشرار العملية السياسية انفسهم والمرتزق الذين يطفون حولهم قد تخلوا عن توجيه مثل هذه النصائح بالصراحة نفسها كما كانوا يفعلون في السابق جراء مرتكبوا اشرار عملية المحتل السياسية من جرائم وسرقات وموبقات في الصدارة منها الخيانة الوطنية العظمى ولجأوا بدلا منها الى لغة ملتوية تتحدث عن سياسة الامر الواقع وسياسة فن الممكن وغياب البديل ثوار تشرين ذهبوا ابعد من ذلك واعلنوا موقفهم القاطعة ليس ضد هذه الانتخابات فحسب وانما اعتبروا المشاركة فيها جريمة شنعاء لانها ببساطة شديدة جدا تشرعن لقتلة ابناء ثورتهم الذين سيفوزون حتما بالانتخابات لما يمتلكون من قوة المال والسلاح والسلطة المقرونة بدعم المحتل الامريكي ووصيفه الايراني خاصة وان ثوار تشرين يعلمون علم اليقين بان قبول هؤلاء الاشرار بالانتخابات المبكرة والتعديلات التي قاموا بها ليس الهدف منها تلبية مطالب الثوار وانما الاتفاف على هذه المطالب وافراغها من محتواها الثوري والمحدد باسقاط العملية السياسية برمتها وهذا ما يفسر بوضوح رفض ثوار تشرين حكومة عادل عبد المهدي مثل ما رفض حكومة مصطفى الكاظمي فكلاهما تلاميذ نجباء في مدرسة العمالة والخيانة وأيضا رفض المشاركة في الانتخابات قبل كتابة جديدة لقانونها وتشكيل مفوضية مستقلة نزيهة للإشراف عليها ومراقبة دولية محايدة وأهم من ذلك كله كتابة قانون جديد للأحزاب يحرم مشاركة هؤلاء الأشرار في أي انتخابات تجرى سواء هذه الانتخابات أو التي تجرى في المستقبل في المقابل فإن العراقيين عموما وليس ثوار تشرين وحدهم قد تولدت لديهم قناعة راسخة بأن هؤلاء الأشرار ليتحركوا قيد أنملة إلا بأمر من أسيادهم وما هذه الانتخابات إلا محاولة بمستوى الفضيحة للالتفاف على عدلة الثورة وتأكيد مشروعيتها وحتمية توسع قاعدتها الشعبية فالأسياد يدركون أكثر من عملائهم خطورة الثورات الشعبية على مستقبل تواجدهم في العراق نبقى مع مقال الكاتب عون القلمشي حول الانتخابات حيث بدأ الأشرار الذين يحكمون المنطقة الخضراء مسبقا بتوزيع المناصب السيادية حيث سيكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب حزب مسعود البرزاني بعد أن كان هذا المنصب حكرا على حزب جلال الطالباني ويحتفظ الحلبوس بمنصب رئيس مجلس النواب في حين يمنح مصطفى الكاظمي القريب من التيار الصدري يمنح ولاية ثانية وحتى إذا جرى تدوير ما في المناصب فهذا لا يعني تغيرا في سلوكهم المشين ما دام الأساس الطائفي للعملية السياسية سيبقى كما هو ما يجري من حديث عن القادمين الجدد وما يتصفون به من وطنية ونزاهة وشرف وعن إمكانية هؤلاء من تشكيل كتلة قوية داخل البرلمان تستطيع إصلاح العملية السياسية من داخلها فهذا ما يثير السخرية فلقد أكدت الوقائع بأن من يرضى ترشيح نفسه للانتخابات وينفق عشرات الملايين من الدولارات من أجل تحقيق الفوز لا يهدف إلى خدمة ناخبيه وتحقيق مطالبهم وإنما يسعى من خلال مقعده في البرلمان أو لاحقا في الحكومة لأن يصبح مليونيرا أو مليارديرا بغمضة عين خاصة وأن هذا المقعد يضمن له عدم محاسبته أو مساءلته حتى وفق قانون من أين لك هذا كون هذا المقعد محميا بتعويذة نظام المحاصص الطائفية والعرقية على عكس ما يجري تماما في أبسط الدول الديمقراطية أما محاولة حشر العراقيين في سؤال ما البديل فهذه محاولة بائسة وسخيفة لتقزيم الذات العراقية فثورة تشرين العظيمة أجابت عن هذا السؤال إجابة بليغة وموجعة أربكة الأشرار فلا أحد يستطيع القفز على حقيقة أن الشعوب وقواها الوطنية وثوراتها هي البديل طال الزمان أم قصر وشعب العراق له تاريخ مجيد في الثورات ضد المحتل وعملائه وضد الحكومات الدكتاتورية والعميلة ومن يعتقد أن هذه الثورة قد انتهت جراء تراجعها لأسباب عديدة فإنه لفي ضلال مبين فالثورات لا يعيبها مثل هذا التراجع فهي ليست جيشا نظاميا إذا كسر هزم الثورة قوة شعبية تخوض حربا طويلة الأمد قد تستمر سنين عديدة لتحقيق أهدافها الوطنية المشروعة وقد مرت كل الثورات الشعبية في العالم بحالة مشابهة وحققت في نهاية المطافة الانتصار وحرر شعوبها من عار الاحتلال وعملائه من شخصيات وتجمعات وحكومات بمعنى أوضح فالتعثر والتراجع الذي تتصف به ثورات التحرير الشعبية الطويلة الأمد لا يقلل من شأنها على الإطلاق ففي نهاية المطاف تنتهي هذه الثورات إلى تحقيق النصر المبين في حين يكون نصيب المحتلين الهزيمة مهما بلغوا من قوة وجبروت خصوصا أن ثوار تشرين يتسلحون بإرادة لم يشد العالم مثيلا لها سنة ثلاث وآلفين اشتاحت الولايات المتحدة الأمريكية العراق بشكل غير قانوني وقامت باحتلاله وزعزعت استقراره ثم قررت أن لا تغادره مقط قتل مئات الآلاف من العراقيين وأصبح ملايين آخرون لاجئين أو مهجرين داخليا الأضرار التي لحقت السكان لا يمكن فهمها تقريبا وبعد عقود من الصراع أصبح أكثر من مليوني عراقي معاق في حين أن حالات الطرابة بعد الصدمة أصبح لما فر منه تركت أجيال بأكملها غير قادرة على النظر إلى المستقبل بنفس الطريقة حول أثار غزو العراق نشر موقع انتليجينسر تقريرا لنستمع إلى جزء منه اليوم يجب إضافة الشعب العراقي مع القتل الأمريكيين وعائلاتهم إلى سجل ضحايا الحادي عشر من سبتمبر فبعد أن استخدمت أحداث ذلك اليوم كمبرر للحرب توالت المآسي مع الفضائع في سجن أبو غريب قصف الفلوجة الهجوم على المدنيين في ساحة النصور ببغداد وغيرها من الأحداث التي هي جزء صغير من قائمة طويلة قامت أمريكا بتدريب وتمويل وقيادة قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في العراق لإدارة شبكة من مراكز التعذيب في جميع أنحاء البلاد أصبحت أجزاء من العراق الآن أنقاضا وأصبحت خرابا بسبب الحماقة الغربية تم توقيع مئة أمر عسكري لتصبح قانونا من قبل سلطة التحالف المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية لخصصة الشركات التي تديرها الدولة وتعديل قوانين الضرائب لتسهيل الملكية الأجنبية أفضل وصف للحديث عن دخول أمريكا إلى العراق هو استعمار متعدد العقود تغيير كامل للبلد عبر المجالات العسكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في حملات تمتد إلى عام 1991 على الأقل منذ ذلك الحين استخدمت أمريكا كل إجراء قسري في ترسانتها العقوبات واجتثات البعث والقصف الجوي والاغتيالات المستهدفة وتدمير البنية التحتية المدنية والآن وبعد ستة رؤساء في حالة حرب مع البلاد وعدت الإدارة الحالية بسحب القوات الأمريكية بحلول نهاية العام أي استبدال الزي الأخضر بالرمادي وترك جهاز استخبارات عسكري سليم مكون من عشرات المقاولين والاستشاريين الذين سيدعمون الزعماء والبيروقراطيين المختارين شعب العراق هو واحد من بين الكثيرين الذين تستهدفهم الحرب العالمية على الإرهاب في وقت يجلس الأمريكيون مبتهجين بالكوارث التي تكشفت في أفغانستان في أغسطس آب من الواضح أن الاهتمام الذي يولى لأفغانستان بعد سنوات من الإهلمال يتعلق بمشهد الهزيمة الأمريكية أكثر من أي رعاية حقيقية لأرواح الشعب الأفغاني غالبا ما يتم التعامل مع احتفالات الذكرى السنوية مثل 11 سبتمبر على أنها فرص للتأمل في الحزن الأمريكي لكن الضحايا العرب والمسلمين للحرب على الإرهاب غير مهتمين بما تعلمته الولايات المتحدة من كوارثها خبراء اعتبروها إرهابا أكاديميا شهادات الجامعات الوهمية تغزو العراق تقرير نشرته وكالة يقين نت العراقية جاء فيه عندما يطالب نائب في البرلمان العراقي يفترض أن تكون وظيفته تشريع القوانين ومراقبة تطبيقها بإصدار عفو عن مرتكبي جرائم تزوير الشهادات الدراسية على اختلاف مستوياتها وعندما تكون تبريراته أغرب من الطلب نفسه حيث قال إن العفو يساهم بحل مشكلة البطالة وأن العفو مطلوب لأن كثير من المزورين يحتلون مناصب رفيعة في الدولة فتحيل مستوى التعليم في العراق لا يشترط الترشح للانتخابات البرلمانية العراقية مؤهلا جامعيا أو شهادة عليا كما لا يحمل أغلب أعضاء مجلس النواب مثل هذا المؤهل ومنهم من لم يحصل حتى على المؤهل الثانوي سواء في الدورة الحالية أو في الدورات السابقة لكن سباقا محموما للحصول على لقب دكتور أصبح سمة بارزة للمرشحين والمرشحات لإقناع الناخبين بانتخابهم أو لمجرد التفاخر الأمر الذي فتح سوقا كبيرا للشهادات المزورة وأنشأ بعض المتصيدين في الماء العكر جامعات وهمية وأكاديميات مزيفة لتلبية الطلب المتزايد عليها وذكرت تقارير صحفية أن هذه الجامعات انتشرت في أوروبا وعملت على بيع الشهادات للراغبين في دخول الحياة السياسية العراقية بوجاهة يزينها حرف الدال الذي يسبق أسماءهم وقام الصحفي البريطاني المختص بشؤون الشرق الأوسط برايان ويتكار بتحقيق استقصائي كشف من خلاله عن أهم هذه الجامعات الوهمية ومنها جامعة مقرها في الدانيمارك ويرأسها دانيماركي من أسطن عراقي ويقول ويتكار في تحقيقه الذي ترجم للعربية إن هذه المؤسسة ليست جامعة على الرغم من أنها تتظاهر بأنها كذلك وهي المؤسسة الأحدث في سلسلة من المؤسسات التي يديرها القطاع الخاص والتي وجدت لتعمل في أوروبا من دون اعتماد مناسب لتقوم بإصدار شهادات جامعية عليا للراغبين من الشرق الأوسط لكنها في الواقع لا قيمة حقيقية لها يبدو أن التساهل في هذا الموضوع فتح الباب واسعا للجميع في العراق لم يعد الأمر مقتصرا على نائب أو وزير يدفع مبلغا كبيرا من أجل الحصول على لقب دكتور مزيف فالأرقام التي نشرت عن عدد الشهادات المزورة الموجودة بالفعل سواء من الجامعات الوهمية أو بعمليات تزوير تتم في الداخل وحصل أصحابها على وظائف حكومية يشير إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير وكان عضو لجنة التعليم النائب رياض المسعودي قد ذكر رقما مذهلا لحجم التزوير في الشهادات الدراسية عندما أكد وجود 30 إلى 40 ألف شهادة مزورة في العراق يقول الكاتب محسن محمد صالح يظهر أن سعي الحركات الإسلامية في العالم العربي لتطبيق نموذجها في الإصلاح والتغيير وصولا لتحقيق النموذج الإسلامي من خلال الأنظمة السياسية القائمة وتحت سقوفها يواجه مأزقا حقيقيا بعد فشل معظم أو كل تجاربها على مدى العقود الماضية هكذا يرى الكاتب محسن محمد صالح في مقاله بموقع عربي 21 يكمن جانب من الإشكالية في أن الأنظمة السياسية عندما تفتح المجال للإسلاميين للعمل السياسي غالبا ما تكون مضطرة لأسباب تكتيكية ولحالة تقاطع مصلحي مؤقت تجعله محكوما بشروطها حيث تبقي بيدها المفاتيح الحقيقية للتحكم والسيطرة وصناعة القرار والنفوذ وخصوصا الجيش والأمن وهي تفسح المجال أو تضيقه أو تغلقه في ضوء حساباتها واحتياطاتها كالتعامل مع حالة شعبية ثائرة أو تجاوز مأزق اقتصادي خانق أو التعامل مع التحديات والمخاطر الخارجية كما أن حجم التيار الإسلامي وشعبيته وقوته يفرض جانبا من حسابات النظام ولذلك فإن تعامل الإسلاميين مع هذه الحالة التكتيكية باعتبارها خيارهم الاستراتيجي وأداتهم الأساسية إن لم تكن الوحيدة لتحقيق نموذجهم الإسلامي يصبح إشكالية حقيقية إذ يتحولون إلى ترس في ماكينة النظام ويتم استنزافهم شعبيا في الوقت الذي يدفعون فيه أثمان إكراهات السياسة وضرورات المرحلة فيضطرون للسكوت عن العديد من سوآت النظام ومفاسده وعلى تعطيل جانب كبير من برنامجهم الإصلاحي والصبر على التأثير على الانتخابات بدرجة أو بأخرى وعلى القسمة الضيزة للمواقع القيادية إن حصلت مشاركة وزارية ويتحولون إلى جزء من ديكور النظام أو هامش من هوامشه وبالتالي يجدون أن بوصلتهم الإصلاحية قد تاهت عندما يكون النظام السياسي مصمة ومغلقا على سلطة حاكمة عائلية عسكرية طائفية نفوذ غارق خارجي أو تأخذ طابعا هو في أساس تكوينه ودولته العميقة يتقذ مسارا ويتبنى منظومة لا تسمح للإسلاميين بالتعبير الحر عن إرادة الجماهير ولا بالاستفادة من صندوق الاقتراع على انتقابات الحرة النزيهة في تحقيق برامجهم على الأرض ولا في امتلاك القدرة على التغيير في منظومة الدولة وفي مفاتيح السيطرة والتحكم في الوقت الذي يحدد له النظام المناطق التي يمكنه أن يلعب فيها فعند ذلك على الإسلاميين أن يدركوا أن مشروعهم الحضاري النهضوي غير قابل للتنفيذ وأن أعمالهم ستكون تحت سقف النظام ووفق شروطه تأبى فلسطين إلا أن تتنفس عزة وحرية وكرامة واستثناء الظلم فيها لا يكون أصلا أبدا أيضا لا يمثل المتواطئون مع الاحتلال بين أبناء شعبها أو اليائسون المثبتون إلا استثناء سيزول يوما من كان يظن أن الأبرتهايد الصهيوني يحترم قوانين ويعترف بمواثيق دورية أو أنه ديمقراطي فليعد حساباته في ضوء قصة إسراء ومن كان يزعم أنه يمكن التعويل على اتفاقات سلام أو صفقات سياسية من موقع ضعف مع عدو مجرم لا يرى في الفلسطيني إنسانا تستحق حياته وسلامته الاحترام فليجرؤ على تحديث إسراء بذلك ومن كان يهرطق بين الفلسطينيين بأن التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني مصلحة للفلسطينيين ينبغي أن تكون قضية إسراء لعنة تطارده في المحيا والممات قد تكون إسراء جعبي صحالة مغرقة في الكآبة والحزن والأسى ولكنها أيضا شعاع أمل أن الفلسطيني الحر مهما توجع وعانى تبقى روحه ترنو نحو الغد القادم المشرق كالعادة سيطلع علينا بعض المتحذلقين ليقولوا إن جرائم الاحتلال الصهيوني نعيم أمام فضائع جرائم بعض الأنظمة العربية وإن زنازين إسرائيل جنة مقارنة بجهنم زنازين بعض العرب يا هؤلاء البؤس واحد والجريمة واحدة والمجرم واحد والضحية واحدة لا فرق بين ألم وألم حتى لو اختلفت الدرجة ولا فرق بين دم ودم إلا في حشايا تحيزات مخبولين كل من يسعى في التفريق بين آلامنا ومصابنا وأحزاننا وتطلعاتنا هو منتن خبيث مهما ادعى وسطا بجرح من جراحات أمتنا أما التائهون الباحثون عن سلام مع عدو فتك ويفتك بشعبهم وأمتهم فهم في الغي سادرون وكثير منهم من الخيانة والعمالة يثملون وحتى تبزغ شمس الحرية من جديد سيبقى الشعب الفلسطيني عاشقا لها يطلبها حثيثا مسطرا الملاحم في سيرورتها إنه شعب لم يكسر إرادته تداعي الأعداء عليه لفت فريق عماني لاستكشاف الكهوف الأنظارة وصار حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد تجاوزه أسطورة محبس الجن وقعر جهنم التي يروج أنها مسكونة بالجن وانتشرت قبل فترة العديد من القصص حول البئر التي نسجت حولها قصص يعتقد أنها أقرب إلى الخيال تداخلت مع ما يقال إنها أحاديث نبوية بلغت حد التصديق وإلى وقت قريب أحيط الغموض ببئر برهود في شرق اليمن مع مكتنفة مكتنف الغموض حولها تدمغها القصص والأساطير التي يتداولها الناس عن كونها مسكونة من الجن فما لا يعرف الكثير عن هذه الحفرة العميقة ونشر الفريق على حسابه في موقع تويتر تفاصيل عملية التوثيق ونزول أعضاء إلى قاع البئر وأبرز سمات الجيولوجية والبيئية للحفرة بمجموعة من الصور والبيانات كما أنه جمع مجموعة من العينات الصخرية منها الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نلقاكم بإذن الله نلقاكم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر